موسيقى القوة المشتركة تضعف الخسائر البشرية والمادية للملاشيات في جبهة الحديدة مصرع عشرة الحوثيين في مأرب وأكثر من ثلاثة ألاف مدني ضحايا ألغام الملاشيات بتاعز في اليوم العالمي للسعادة الأسرة اليمنية تعيش بين سندان الحرمان ومطرقة التهجير والنزوحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين وإلى نشرتنا لهذا اليوم كسرت القوات المشتركة هجوما واسعا نفذه مسلح ملاشيا الحوثي في الدريهمي جنوب محافظة الحديدة وقال مصدر العسكري ميداني أن القوات المشتركة تصدت بكل بسالة لعناصر ملاشيا الحوثي نفتت هجوما واسعا في محاولة مستميتة منها لاختراق الحطوط الأمامية لجبهات القتال ولكن دون جدوى تذكر وأضف أن القوات المشتركة وجه ضربات مراقزة للمسلحين الحوثيين وحققت إصابات مباشرة موقعة خسائر مادية وبشرية في صفوف الملاشيات تعاملت القوات المشتركة بحزم مع مصادر النيران الحوثية التي استهدفت المدنيين في الحديدة في ظل مناوشات للملاشية في مختلف الجبهات للإيحاء أنها لا تزال تقاوم بينما الحقيقة تقول إنها باتت تلفظ النفس الأخير كنتجة طبيعية لتوحد الصف الجمهوري للتغطية على الخسائر الفادحة التي منيت بها مؤخرا حاولت ميليشيا الحوثي تحقيق انتصار معنوي لكنها اختارت الوجه الخاطئة في محافظة الحديدة حيث كان أبطال القوات المشتركة لها بالمرصاد الإعلام العسكري قال إن اشتباكات عنفة بمختلف الأسلحة دارت بين ميليشيا الحوثي وأبطال القوات المشتركة شرق كيلو 16 وانتهت باستهداف ثقنات وأوكار الحوثيين بالسلاح المناسب ما أسفر عن مصرع وجرح عدد منهم ولا ذا البقية بالفرار وفي مديرية حيث جنوب الحديدة استهدفت ميليشيا الحوثي الأحياء السكانية بعدد من قذائف الهون لكن الرد كان قاسيا بمدفعية القوات المشتركة باستهداف ثقنات ومرابض مدفعية حوثية في الحدود الإدارية لمحافظة إب كما استهدفت مرابض مدفعية للميليشيا كانت تستهدف تجمعات سكانية جنوب غرب مركز مديرية الدوريهمي الانكسار الحوثي يضاف إلى الاستنزاف المستمر في محافظة مأرب حيث أشارت مصادر عسكرية إلى مقتل ثلاثة وثمانين حوثيا وإصابة العشرات في معارك مع القوات الحكومية ورجال القبائل في جبهة الكسارة وهيلان غربي المحافظة إضافة إلى تدمير أطقم ومعدات قتالية واستعادة ثلاث عربات مدرعة وعدد من الآليات والأسلحة والذخائر التي كانت بحوزة العناصر الحوثية وفي محافظة تعز تمكنت مدفعية القوات الحكومية مساء الجمعة من إحراق طقم عسكري لميليشيات الحوثي في تبة السلال شرق المدينة ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنه وقال مصدر عسكري إن مواجهة عنيفة تشهدها الجبهة الشرقية للمدينة وتم التصدي لهجوم الميليشيات ومقتل وإصابة عدد من عناصرها فيما لاذ من بقي منهم بالفرار وفي حين تتواصل العملية العسكرية المباغتة ضد ميليشيا الحوثين الأسبوع الثاني في محافظة حجة يتحضر المرابطون في محافظة الجوف بعد إنهاء الخلافات والإشكالات القبرية لتوحيد الصف ومساندة القوات الحكومية في استعادة مدينة الحزم مركز المحافظة وكل القوى الوطنية في مختلف الجبهات إصرار وعزم على إنهاء مشروع ميليشيا الحوثي العبثي خدمة للأجندة الإيرانية في شبه الجزيرة العربية فككت الفرق الهندسية عبو وناسفة من مخلفات ميليشيا الحوثي جنوب منطقة نجيبة شمال شرق البخة بالساحل الغربية وقال مصدر عسكري إن الفرق الهندسية القوات المشتركة تلقت بلاغا من أحد المواطنين عن وجود عبو وناسفة من مخلفات الحوثيين فبشرت بالنزول إلى المكان على الفور وتم تفكيك العبو وناسفة بنجاح بالعودة إلى خبرنا عن الحديدة معنا عبر الهاتف سمير اليوسفي رئيس المركز الإعلامي للمقاومة الوطنية مرحبا بك معنا ما مستجدات الخروقات الحوثية والمواجهات في الحديدة مرحبا نحن نستعرض مستجدات الخروقات الحوثية هي ليست لا توجد مستجدات لأنها خروقات متكررة على مدار اليوم الحوثي يمارس انتهاكاته وخروقاته بشكل يوميا متكررة في الحديدة وفي مختلف جبهات القوات المشتركة نعم فيما تعاود ميليشيا الحوثية تسعيد في قطاعات كيلو ستة عشر وحيس والدريمي كيف يتعامل أبطال القوات المشتركة معها من الطبيعي أن أبطال القوات المشتركة يواجهون هذه القوى الكعانوت في الحديدة وكنا حريصين كل الحرص على عدم وما زلنا حريصين على عدم قرق اتفاق السكران إلا أن الحوثيين يريدون أن يخرقون على الاتفاق بشدة الوسائل نحن نتعامل معهم من قبيل الدفاع فقط ونحاول أن نحمي المواطنين والمدنيين في هذه المناطق نعم وكيف تقرأ سمير تصعيد الحوثي الأخير في الحديدة رغم الاستنزاف الحاصل لمقاتلها في جبهات مأرب وتعز وحجة الحوثي يدرك أن مشروعه سينتهي عاجلا أو عاجلا قوى الكعانوت في اليمن تدرك أن لا وجود لها ولا بقاء لها في اليمن لكنهم يساومون من أجل أن يكون لهم وجود في المستقبل فمن أي تسوية أو مصالحات قادمة أنا أعتقد أن التسوية أو المصالحة مع الحوثيين هي جريمة في حق اليمن واليمنيين هذه الفئة المارقة والمقلمة لا ينبغي أن تواجه بالقوة المسلحة ومزيد من التعبية والتوعية بمشروعها السلالي العنصري نعم شكرا لك سمير اليوسفي رئيس المركز الإعلامي للمقاومة الوطنية كنت معنا عبر الهاتف شهدت مدينة حيس موجة نزوح جديدة من الأهالي الذين يتعرضون للإستدافة الحوثية التي تطعل أحياءهم بشكل يومي وقال مرسل قناة اليمن اليوم وإن خمسة باصات خرجت من المدينة تقل على متنها عشرات الأسر من أهل المدينة متجهة إلى المناطق المحررة هربا من قصف ميليشيا الحوثي الأرهابية التي تشن قصفا بمختلف الأسلحة تجاه الأحياء المدنية بصورة هستيرية وعشوائية وفي السياق قصفت الميليشيات بعدد من أقذائف الهاون على الأحياء السكنية وطل القصف مقبرة الخامري وسط مركز المدينة وتضرر فيها قبور الموت الناس هاربين من الهاونات الهاونات علينا بشدة الأسلحة كل مطار الهاونات علينا والناس هاربين ولا عندهم حاجة هاربين كم من سلاح هوانات من عشرين مياه يعني لو هنرقال الحواتي يواقه الشباب رأس برأس يواقه حنا في المتارس أما في البيوت يزدمبوا من الأطفال يزدمبوا من الأطفال يعني يوميا يموتوا ناس عوائل يهربوا العوائل من البلاد يجنبون لو هنرقال يقول الشباب في المتارس نطالب سرعة انهاء اتفاقات ستوفون التي أصبحت مضلة يستضل بها الحوثة من عقل قتل الناس بطرق ممنهجة ومدروسة نقول لهؤلاء الناس في المجتمع الدولي أين الضمائر الحية أين الديمقراطية التي تنادون بها أين الحرية والكلام الذي نسمحه في القنوات وفي الوسائل الإعلام المختلفة الغرب الغرب وإذا الغرب وسيلة من وسائل دعم الحوثة لقاتل الشعب اليمني من أجل تحقيق مقارب خاصة لا أقل ولا أكثر تبكرت القوات الحكومية والمقاومة الشعبية من كسر هجوم للميليشيا الحوثية على مواقع عسكرية شرق محزان ماس بمدارية مدغل شمال محافظة مأرب وقال مصدر العسكري أن القوات الحكومية كسرت هجوم للميليشيا الحوثية المدعومة من إيران على مواقعه شرق ماس مشيرا إلى أن المعركة التي استمرت لساعات انتهت بمقتل ما يقارب من ثلاثين عنصر تابعا للميليشيا وإصابة آخرين وأضاف أن القوات الحكومية قبضت على عدد من العناصر الحوثية الأرهابية في المعركة التي استخدمت فيها الميليشيات كافة الأسلحة والوسائل القتالية الأخرى واستعادت أسلحة متنوعة كانت بحاوزة العناصر الحوثية وأكد أن الطيران السادفة بغارات محكمة تجمعات وتعزيزات ومرابض المدفعية التابعة للميليشيا في مناطق مختلفة من الجدعان وكبدتها خسائر فاتحة وتدروا معارك شرسة على امتداد جبهات غرب محافظة مأرب وسط انهيارة واسعة وخسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيات وأفدت مصادر عسكرية أن المعارك العسكرية والقتالية التي تخوضها القوات الحكومية أسفرت عن مصرع أكثر من خمسة وستين عنصر الحوثية إلى جانب عشرات الجرحة وخسائر أخرى في المعدات طيران دمر ثمان عربات مدرعة وخمسة أطقم قتالية كانت تحمل تعزيزات للميليشية الحوثية ومصرع جميع من كانوا على متنها وأشار إلى أن أبطال القوات الحكومية استعادوا ثلاث عربات مدرعة وعددا من الآليات والأسلحة المتوسطة والخفيفة وكميات كبيرة من الذخائر بمختلف أنواعها إلى ذلك وصلت إلى مدينة مأرب قافلة غذائية متنوعة مقدمة من أبناء محافظة المهرة دعما للقوات الحكومية والمقاومة الشعبية في مواجهة ميليشية الحوثية واخرى الاستقبال القافلة رحب وكيل محافظة مأرب علي الفاطمي بأبناء المهرة المرافقين للقافلة التي تجسد التلاحم الوطني بين أبناء الشعب اليمني في مواجهة المشروع الإيراني التوسعي وتؤكد مساندة أبناء محافظة المهرة وكل أحرار اليمن للقوة الحكومية والمقاومة في هذه المعركة الوطنية المصيرية مجالبه أكد أمين عام المجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم نيمر أن أبناء الشعب اليمني يقفون صفا واحدا ضد ميليشية الحوثية ومشروعها العنصري الذي يرفضه اليمنيون ولن يقبلوا به مهما كانت حجم تضحيات وفي تعز حققت القوات الحكومية تقدما مهما بتحرير عدد من التباب في جبهة الشقب وأكد مصدر العسكري أن المواجهات العنيفة أسفرت عن تحرير تباب الفراوش وذراع وسط تراجع وفرار عناصر الميليشيات وأضاف أن القوات الحكومية كبدت الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والمعادات العسكرية واستعادت أسلحة متنوعة كما تمكنت مدفعية القوات الحكومية من إحراق تقم عسكري لميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا في تبة السلال شرق المدينة وعلى متنه الشاش 23 وتم إحراقه ومقتل جميع من كانوا على متنه كشف المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في محافظة تعز عن مقتل وإصابة أكثر من 3000 مدني بألغام زلعتها ميليشيا الحوثي منذ 2015 وبحسب العقيد عارف القحطاني مدير المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في المحافظة فقد بلغ عدد القتل المدنيين الذين تم توثيقهم 942 شخصا منهم 223 من الأطفال و217 من النساء و502 من الرجال كما وثق المركز كما وثق المركز إصابة 2321 شخصا منهم 406 من الأطفال و365 من النساء و1550 من الرجال شن تنظيم القاعدة هجوما مسلحا على نقطة تابعة لقوات الحزام الأمني في أبيان هو الثاني من نوعه بالمحافظة خلال 24 ساعة الماضية وقال مصدر المحلي إن مسلحين تابعة لنظيم القاعدة شنوا هجوما على نقطة تفتيش للحزام الأمني في منطقة الخبر شرقي أبيان وأضاف إن الهجوم أدى إلى استشهاد جندي وإصابة ثلاثة آخرين من منسوبي الحزام الأمني المرابطين في النقطة وكان ثمانية جنود من قوة الحزام وأربع مدنيين يستشهدوا الخميس في هجوم لتنظيم القاعدة على نقطة أمنية تتبع قوة الحزام الأمني بأبيان في منطقة أحور كشفت تقرير حقوقي أشهر فعالية أقيمت بمأرب بعد ارتكاب ملاشيا الحوثي 21 ألفا و422 جريمة وانتهاكا في أمانة العاصمة خلال عام الفائت وشملت انتهاكات الملاشيات التي رصدها التقرير إضافة إلى القتل والتعذيب حتى الموت الإخفاء القسري ونهب الأموال والتهجير القسري والاعتداء على الأطفال والانتهاكات بحق النساء ونهب المساعدات وتطييف التعليم وتحدث في الفعالية بل وتحدث في الفعالية المعتقلان السابقة لدى الملاشيات عصام الزنداني ومحمد الحسني الذي أصيب بأعاقة دائمة جراء التعذيب حدث عن ظروف اعتقالهم ووحشية عناصر الملاشيات في تعذيب المعتقلين في الضالع وعلى دخول العام الثالث تتواصل معاناة ألف الأسر النازحة من داخل وخارج الضالع حيث تعيش تلك الأسر أوضاعا إنسانية صعبة في ظل أمال بتحريك الجبهات واستكمال تحرير مناطقهم تطاردهم الأوجاع والمصاعب إلى منطقة جلاس بمديرية الضالع بعد رحلة نزوح من محافظة الحديدة حيث أجبرتهم الملاشيات الحوثية على تركي منادلهم وأرزاقهم ولم ترحم عجزهم ومرضهم كحال هذه الفتاة المعاقة والفاقدة للبصر أنا نازحين من محافظات الدوريه من الحديدة من منطقة الدوريه من وهذه الحرمة مريضة وتعاني من الجوع والبرد لا بطانية معهم ولا معنا أي حاجة حتى الدقيق ما يوجد معنا جواح في هذه الخيمة استقرت أسرة مكونة من 23 نسمة لكن حالها لم يستقر بعد فلا غذاء ولا ماء ولا كهرباء ولا دواء سوى ما جادت به بعض المنظمات من مساعدات شحيحة ثلاث سنوات ونازحوا الضالع البالغ عددهم أكثر من ستة آلاف أسرة من داخل وخارج المحافظة يشكون من عدم توفر الضروريات اليومية ويناشدون المنظمات الدولية والإنسانية بالالتفات إلى أوضاعهم ويناشدون القيادة السياسية بتحريك كل الجبهات وتحرير مناطقهم وتحرير كافة مناطق الوطن معاناة مريرة وحرمان واضح لآلاف الأسر النازحة في هذا المخيم بالضالع وغيره ممن يزداد وضعهم سوءا يوما بعد آخر ويعيشون على أمل استكمال تحرير مناطقهم من الميليشيات العوثية والتي حولت حياتهم إلى معاناة يومية محمد الشعيبي لقناة اليمن اليوم الضالع فيما العالم يحتفي باليوم العالمي للسعادة في العشرين من مارس كل عام تعيش ملايين الأسرة اليمنية بين سندان الحرمان ومطرقة التهجير والنزوح بسبب الحرب التي أشعرتها ميليشيا الحوثي منذ ست سنوات وأتت على كل شيء جميل اليمن السعيد ما عاد كذلك منذ أن تأبطت ميليشيا الحوثي شارا بالوطن وأوجدت فيه كل عوامل الشقاء والحرمان جماعة رفعت شعار الموت وجسدته حقيقة على الأرض طيلة ست سنوات بإشعالها حربا عبثية أوجدت الحزن والموت في معظم البيوت اليمنية حيث أكدت منظمة الأمم المتحدة مقتل أكثر من مائتين وثلاثة وثلاثين ألف يمني مع نهاية عام 2020 ناهيك عن مئات آلاف الجرحى والمرضى بفعل إصرار الميليشيا على استمرار الحرب تماشيا مع المصلحة الإيرانية تقارير الأمم المتحدة تشير أيضا إلى معاناة ستة عشر مليون شخص من الجوع ويعيش أربع من كل خمسة يمنيين تحت خط الفقر كما أن مليونين وثلاثمائة ألف طفل يعانون من مرض سوء التغذية الحاد بينهم أربعمائة ألف طفل مهددون بالموت إذا لم يتلقوا العلاج في أسرع وقت ممكن كما أن الظروف المعيشية والاقتصادية بلغت أدنى مستوياتها نتيجة انهيار قيمة الريال اليمني في مقابل ارتفاع أسعار المشتقات النفطية من ضعفين إلى ثلاثة وما ترتب عليه من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وخدمات الرعاية الصحية وكل شيء آخر زد على ذلك ترد الخدمات الأساسية مما وكهرباء وغيرها وعدم تسلم موظفي الدولة مرتباتهم لأكثر من أربع سنوات ضمن مؤشرات توحي بمدى النصب والوصب الذي أصب معظم المواطنين على أن الخبراء الأمميين يشددون أن مستقبل اليمنيين يتوقف على إنهاء الصراع الذي كما يبدو تسعى ميليشيا الحوثي إلى استمراره وإطالة أمده يذكر أن الأمم المتحدة جعلت من 20 مارس مناسبة للاحتفاء باليوم العالمي للسعادة اعترافا بأهمية السعي لها من خلال تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر وتوفير الرافاهية لكن ما يفعله الحوثيون على النقيض من ذلك وعملا بمقتضيات أجدادهم الإماميين بتكريس ثلاثي الجهل والفقر والمرض النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل وزارة الصحة تعلن عدم القدرة على استقبال حالات الاشتباه بكوفيد-19 في ظل ارتفاع مخيف لأعدادها ميليشيا تركيزية قامت في الزرح تقول ألغام عشوائية وبشكل جنوني في كل المناطق في كل مكان فرعا في ألغام البحر على الساحل الملوية ويقتل أبلادنا تصلنا بلاغات عن حوادث انتجاء بحياها المدنية مدعم سفجران سيارة وتطعفها بالمقام أجد تجريها فجرها للغم الثاني بعدنا مفجر ملنذيت أو ورقة وتقطع أبي بلينا والبنات ما زالوا أجدت شضايا لحتى الآن ما أخرج فيهم أجد الزرح ما يتوقع أنه يغم أنه قنبرة وأنه مكان وقليج ويحسب للأبي الأبو وحنال الآن خائفي من الزرح هناك عمليات نزع القادر عمليات واسعة أعليت اللجنة الوطنية العليا لمواجهات وباكورونا تسجيل 91 إصابة جديدة بكورونا في ست محافظات وأوضحت في حسابي على تويتر أنه تم تسجيل 34 حالة في عدن و31 في حضر موت و11 في تعز و10 في المهرة و3 في شبوة و2 في لحجة وأضفت أنه تم تسجيل 10 حالات وفا 6 منها في حضر موت و3 في تعز و3 في المهرة كما سجلت 9 حالات بتحشفاء 4 منها في حضر موت و3 في شبوة و3 في عدن ليصبح إجماري الحالة المؤكدة 3217 منها 733 وفا و1529 حالة تحفن وصلت وكيلة الأمين العام والمديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان نتاليا كانيم والمدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في المنطقة العربية لأي شبانا إلى عدن ومن المقرر أن يلتقي المسؤولين الأمميين بالمسؤولين اليمنيين للوقوف أمام مستجدات الأوضاع الصحية في اليمن خصوصا مع الانتشار المخيف للموجة الثانية من فيروس كورونا وإمكانيات دعم القطاع الصحي في اليمن لتغلب على واقعه المترتي وعالميا تجاوز المصابون بفيروس كورونا حاجز 123 مليون شخص في وقتنا يشهد العالم موجة جديدة من الوباء أدت إلى عودة عدد من الدول لشهيد الإجراءات وذكرت أخر اللحصائيات أن عدد المصابين بكوفيد-19 وصل إلى 123 مليون و15 ألف شخص فيما تجاوزت الوفيات مليونين و715 ألفا ووصل عدد ما تم شفائهم من المرض إلى أكثر من 99 مليون و145 ألف شخص أعلنت وزارة الصحة التونسية أنها سجلت خلال 24 ساعة 16 حالة وفاة و841 إصابة جديدة بفيروس كورونا وقالت الوزارة في بيان إن الحصيلة الجديدة رفعت إجمالية عدد الوفيات المسجلة إلى 8506 وعد الوصابات إلى 240776 وذلك منذ ظهور العدوى في البلاد بداية شهر مارس من العام الماضي يتذلك فيما أبدت السلطات التونسية تخوفها من عزوف التونسيين عن طلق اللقاح المضاد لكورونا بدأت ملامحة تتضاحة من خلال الأرقام المسجلة بعد أسبوع من البدء الحملة الوطنية لتلقيحة التي انطلقت السبت الماضي سجلت أثيوبيا 1994 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة الماضية ليصل العدد على المستوى الوطني إلى 183863 حالة وذكرت المزارة أنه تم الإبلاغ عن 16 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس في عموم البلهد ليصل عد الوفيات الوطنية إلى 2618 وسجلت أثيوبيا ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان أكبر عدد من حالات كوفيد-19 بمنطقة شرق أفريقيا حتى الآن وتعد خامس أكثر البلدان وبدأت أثيوبيا في إعطاء جرعات من لقاح كوفيد-19 الأسبوع الماضي بعد وقت قصير من تلقي البلاد دفعتها الأولى من اللقاحات البالغة 2 مليون و200 ألف جرعة من آلية كوباكس التابعة لمنظمة الصحة العالمية أعلن نائب الرئيس معهد روبرت كوخ للصحة العامة أن ألمانيا تواجه ارتفاعاً متسارعاً لعدد الإصابات بفيروس كورونا مرتبطاً بشكل خاص من تشار النسخة المتحور البريطانية من الفيروس وقال الأرشادة في مؤتمر صحفي من الممكن جداً أن يكون لدينا وضع مماثل في عيد الفصح للوضع الذي شهدناه قبل عيد الميلاد مع عدد إصابات مرتفع جداً والكثير من الحالات الخطيرة والموفيات ومستشفيات مكتظة وسجلت ألمانيا أكثر من 17 ألف إصابة رسمياً في 24 ساعة الأخيرة عادت الحكومة الفرنسية لتفرض حجراً صحياً شامراً في 16 مقاطعة بينها باريس وضواحيها مع تسارع انتشار فيروس كورونا في البلاد ودخولها فيما سماه رئيس الحكومة جونكاسيكس الموجة الثالثة وبموجب هذا الحجر الذي يدخل حيث التنفيذ للجمعة السبت ويطال حوالي 20 مليون فرنسي سيتم إغفال المتاجر غير الأساسية كما المسارح ودور السينما مع إبقاء المدارس مفتوحة وغاية تسارع تفشل وباب وضوح في البلاد حيث سجلت أكثر من 38 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة أفادت منظمة الصحة العالمية أن فوائد لقاح السرازينيكا المضاد لفيروس كورونا تفوق مخاطره وقالت لجنة منظمة الصحة العالمية الاستشارية بالشأن سلمة اللقاحات أن سمات لقاح السرازينيكا ما زالت إيجابية فيما يتعلق بفوائده مقابل مخاطره مع إمكانية هائلة لديه لتجنيب الإصابات وخفض حالات الوفاء في ألحاء العالم وأضفت أن البيانات المتاحة لا تشير إلى زيادة بالمجمل في حالات تجلط الدم بعد تلقي لقاح فيروس كورونا في سياق ذكرت المراكز الأفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن أفريقيا تواجه تحديات واضحة في الحصول على لقاحة كوفيد-19 وأضفت وكالة الصحة العامة في بيان أن صعوبة الحصول على لقاحات أعاقت القرى عن تحقيق هدفها في تطعيم 60% على الأقل من سكانها وأظهرت الأعداد التي نشرتها الوكالة أنه تم توزيع حوالي 23 مليون و600 ألف جرعة من اللقاح في أنحاء أفريقيا ما يكفي لتغطية 1.7% فقط من سكان القرى وبحسب الوكالة فقد وصل إجمال حالة لسبب فيروس كورونا في أفريقيا إلى أكثر من 4 مليون و76 ألف حالة بينما بلغ إجمال الوفيات المرتبطة بالمرض إلى 109 ألف حالة حتى مساء الجمعة في السياق من المقرر أن تستأنف الدول الرئيسة في الاتحاد الأوروبي طرح لقاح أكسفورد أسترزينيكا بعد أن خلصت الهيئة المنظمة للأدوية في أوروبا إلى أنه آمن وفعال وأجرت وكالة الأدوية الأوروبية دراسات مجددة على اللقاح بعد أن علقت 13 دولة في الاتحاد الأوروبي استخدامه بسبب مخاوف من وجود صلاب جلطات الدم وخلصت إلى أن اللقاح غير مرتبطا بزيادة خطر الإصابة بالجلطات وقالت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا إنها ستستأنف استخدام لقاح استرزينيكا النشرة مستمرة وفيها بعض الفصل خبراء اقتصاديون يحذرون من انتهاك ملاشيا الحوثي للحسابات المصرفية السرية للبنوك التجارية الملاشيا الحوثيين ما فيش معاهم لا دين تاريخهم دمويين والقتل فيهم إدمان وزرعوا لي كل الأرغام داخل بيتي وخرقون إفاة عرم من داخل بيتي بالقسر أنا ما أعادة خاف الله قالوا ولا تخرقين تخرقين وهذا فوقك الملاشية الحوثي تضرب فيوتنا وتضرب المزاقل هذا هنا أحنا اللي حرق بيتي حني اللي حرقوا الفلسيين من أبناء محاقة الحديدة ووصل إلينا جثة حامدة أثار فيها لغم أرضي موسيقى لنا حوثي تضربوا بيت حني مفجعوا بني حني يلي في جنيف باقي هنا رقنات لكسر حقايق مول حل موسيقى موسيقى يعاني لبنان في هذه المرحلة الصعبة من عمر الدولة والتي تخطت صعوبتها اقتصاديا زمن الحرب الأهلية لجهة ارتفاع السعر صرف الدولار وأسعار السلع وتدني مستوى الأجول لدى اللبنانيين ويطرح سؤال في حال فشل الدولة في إدارة المؤسسات كما هو واقع الحال اليوم هل يكون الحل باستلام القطع الخاص لمؤسسة الدولة لم يعاني لبنان اقتصاديا كما يعانيه الآن جرى أزمة السياسية المتلاحقة التي نعكست ثارها على حياة اللبنانيين من خدمات وارتفاع للأسعار وانخفاض للعملة اللبنانية من قابل الدولار الأمريكي الذي وصل إلى أدنى مستويته في الأيام القليلة الماضية وإذا ما يعيشه لبنان في هذه المرحلة الصعبة من عمر الدولة والتي تخطط صعوبة اقتصاديا زمن الحرب الأهلية لجهة ارتفاع سعر السرف الدولار وسعار السلع وتدني مستوى الأجول لدى اللبنانيين يطرح سؤال في حال فشل الدولة في إدارة المؤسسات كما هو واقع الحال اليوم هل يكون الحل باستلام القطاع الخاص لمؤسسات الدولة وهل يعتبر هذا الطرح واقعيا ويتابع مثل هؤلاء أن الدولة اللبنانية قد فشلت في إدارة القطاعات الإنتاجية مشيرة إلى إمكانية تولي القطاع الخاص لإشراف على الكهرباء مثلا مضيفة إلى أن إدارة ملف كورونا أثبت فشل القطاع الحكومي في حين أن تولي مؤسسات خاصة مسؤولية إدارته كان سيعطي نتائج أفضل فيما يرى آخرون إمكانية الخصصة في قطاع التعليم والذهاب إلى اللامركزية مشددين على ضرورة وجود سلطة تضبط عمل القطاع الخاص لكون هدفه الرئيس ويرون في الحالة اللبنانية أن يتم التعاقد مع مؤسسات تشرف على قطاعات معينة من الأعمال تحت رقابة الدولة وتمكين القطاع الخاص من بعض الأعمال التي تشرف عليها الدولة بالطرح غير الواقعي مشيرة إلى أن تكامل بين القطاعين الخاص والعام ما لم سوف تزيد معاناة الشعب اللبناني اقتصاديا وما بين الرأيين يبرز السؤال هو الأهم وهو لسان حال الشعب اللبناني متى تنتهي معاناة الحصول على لقمة العيش بعيدا عن خلافات الساسة وتنظير الطبقة البرجوازية خبرون اقتصاديون يحذرون من انتهاك ملاشيا الحوثي للحسابات المصرفية السرية للبنوك التجارية وانخفاض في انتاج الأسماك بأكثر من 50% بسبب ارتفاع أسعار الوقود والألغام البحرية الحوثية هذه الأخبار وغيرها تتابعونها في الملف الاقتصادي جولة اقتصادية جديدة ونستهلها بالشأن المحلي حيث حذر خبر اقتصاديون من تأثير البنوك التجارية على مدى طويل بانتهاك ملاشي الحوثي السرية المصرفية واستخدامها في ابتزاز الأشخاص والاستيلاء على حسابات آخرين وهو ما جعل الناس يفقدون ثقتهم في هذه البنوك ويعملون على سحب أموالهم إلى مناطق سيدرة الحكومة وقالت مصادر بنكية إن الميليشيا استخدمت وحدة جمع المعلومات في البنك المركزي بصنعاء لتنفيذ خطتها بانتهاك السرية المصرفية وأن القياد الحوثي صالح مصفر الشاعر الذي عينته الميليشيا حارس قضائيا يطلب يوميا مئات الاستفسارات عن حسابات مصرفية كخطوة مماهدة تنتهي في كثير من الأحيان بالمصادرة وتستغل الميليشيا وجود السرفرات والإدارة المركزية للبنوك في صنعاء وتمنعها من تزويد البنك المركزي في عدن بأي بيانات بل وصل الحد بها إلى تهديدها بالإغلاق كما حصل مع ثمانية بنوك تجارية عندما حاولت رسال نسخة من البيانات إلى البنك المركزي في عدن إلى جانب البنك المركزي في صنعاء الذي يمتلك رابطا يتيح له الدخول إلى الحسابات المصرفية لكل البنوك كشفت دراسة مسحية حديثة نفذت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاوة أن واحدة من كل اثنتين من أسر الصيادين في اليمن أبلغت عن انخفاض من في إنتاج الأسماك بأكثر من 50% خلال الأشهر الثلاثة الماضية وأرجع الصيادون لانخفاض في الإنتاج السماكي إلى القيود المفروضة على أنشطة إنتاج الأسماكي بسبب نقص مواد الصيد وارتفاع أسعى الوقود وتقليص قدرة الشرائية للأفراد بشكل متزايد مع نقص الطلب وانخفاض مدخلات الصيد بالإضافة إلى ألغام الحوث البحرية التي شكلت واقعا مأساويا على الصيادين ودفعت بهم إلى حافة المجاعة وكانت وزارة الثروة السماكية أكدت وجود 90 ألف صياد مرخصين في البلاد فيما يبلغ عدد القوى العاملة في أنشطة الصيد حوالي 500 ألف شخص يعيلون أكثر من 7 ملايين نسمة ويبلغ إنتاج اليمن من الأسماك والأحياء البحرية سنويا حوالي 200 ألف طن قبل اندلاع الحرب حيث تم تصدير ما بين 40% إلى 50% من إجمال الإنتاج ما أدرها عائدات تقدر بحوالي 300 مليون دولار والذي كان يشكل ثاني أكبر مصدر لإرادة البلاد بعد النفط وجه مدير عام مكتب الصناعة والتجارة في عدن مدير عام الشركة اليمنية للغاز بتحديد تسعيلة استوانة الغاز المنزلي عقب سعي الوكالة لتدبيت سعر الاستوانة الواحدة بـ 4700 ريال فيما يبيع آخرون بأقل من هذا السعر ويستغل بعض التجارة تغلط عدم وجود تسعيلة رسمية من الشركة ليرفع أسعار سوانة الغاز المنزلي على هواهم وطالب مكتب الصناعة شركة الغازي بموافاة بأسعار سوانة الغازي في أسرع وقت كي يتسنى مراقبة الوكالة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين ارتفعت أسعار كمامات في العاصمة صنع الخاضعة لسيدرة ميليشيا الحوثي بشكل غير مسبوق اتجاوز سعر العلبة الواحدة لـ 5000 ريال مع شحة في وجودها وتوقعت المصادر أن يصل سعر العلبة التي تحتوي 50 كمامة إلى 10 ألاف ريال كتكرار لما حدث قبل عام ورغم إنكار ميليشيا الحوثي عودة انتشار فيروس كورونا مثل ما أنكرت ذلك قبل عام لكن الأوساط الطبية والصحية تتحدث عن ارتفاع كبير في الإصابات والوفيات في مناطق سيدرتها وأخيرا أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محافظة البنك المركزي وذلك بعد يومين من رفع البنك أسعار الفائدة للحد من ارتفاع التضخم وانخفاض سارسر في الليرة ليحل محل نائب سابق في البرلمان من الحزب الحاكم ومن المرجح أن يجدد الضغط على العملة التركية عند إعادة فتح الأسواق بعد أن وصلت نسبة الفائدة 19% في خطوة لوقف أي زيادة أخرى في التضخم وتراجع الليرة التي وصلت إلى مستويات متدنية أمام العملات الأجنبية النشرة تدهت عودة اللعنون القوات المشتركة تضعف الخسائر البشرية والمادية للميليشيات في جبهة الحديدة مسرع عشرة الحوثيين في مأرب وأكثر من 3000 مدني ضحايا ألغام الميليشيات بتعز في اليوم العالمي للسعادة الأسرة اليمنية تعيش بين سندان الحرمان ومطرقة التهجير والنزوحة إلى نشرة الخامسة والنصف تمتم بخير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة